قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إن الجزائر تمكنت من العودة إلى الساحة الدولية بفضل الإصلاحات المنتهجة كما تسعى إلى العمل على احترام المواثيق الدولية والمنافحات عن أسمى الحقوق الجماعية والفردية المنظوية تحت ميثاق الأمم المتحدة وأوضح الرئيس تبون في كلمة له خلال افتتاح أشغال ملتقا دولي نظم بقصر الأمم بالعاصمة الجزائر احتفاء بذكرى الأولى لتأسيس المحكمة الدستورية قرأها نيابة عنه مستشاره المكلف بشؤون القانونية والقضائية بعلام بعلام أوضح أن الجزائر الساعية لحماية حقوق الإنسان بغض النظر عن الفوارق بأشكالها المختلفة ملتزمة بمبادئ الدستور التي سمحت بتحقيق العديد من المكاسب آخرها لم الشمل الفلسطيني بفضل ما تحقق لها من مكاسب في هذا المصار تمكنت بلادنا من العودة تمكنت بلادنا من العودة للساعة الدولية ساعية دائما إلى العمل على احترام المواثيق الدولية وبغض النظر عن الانتماءات العرقية والدينية والمشارب السياسية والثقافية ملتزمين دائما بمبادئ دستورنا ولعل آخر ما تحقق لنا لم شمل الفرقاء الفلسطينيين بالشكل الذي يصون حق شعبهم الأسمى في نيل حريته وكذا ما ورد في إعلان الجزائر المتمخض عن القمة العربية الأخيرة التي احضرتها بلادنا وما تضمنه من التزامات وتعهدات غايتها الأولى تحقيق ورفعها الشعوب العربية